بسم الله الرحمن الرحيم أيها العراقيون الكرام إن معركتكم التاريخية من أجل الوطن التي تحملتم من أجلها أعباء ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بفقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد أن يمنحها مجلس النواب ثقته وهنا أدعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاء إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط متمنيا من نوابنا الكرام أن يثبتوا للعراقيين جميعا رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا في حاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح واسمحوا لي أن أذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وإن تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم والإفراج عن المتظاهرين السلميين فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلما أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وسنعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية وسنعمل أيضا على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة رسالتي إلى الشباب بناتي وأولادي إن كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم فهنيئا لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ هنيئا لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد أسستم لمرحلة جديدة في تأريخ العراق فاستمروا بارك الله بجهودكم وأود أن أطلب منكم رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلب الشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة أن نتوكل على الله ونبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تأريخا يليق باسم العراق في حال مررت الحكومة وإذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد ولكن مع هذا فأنا كل ثقة بالسادة النواب بأنهم سيكونوا مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته وخاصة أنهم مؤتمنون على العراق وفي الختام السلام على صبر العراقيين وتضحياتهم السلام على الدماء الزكية التي سالت من أجل الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد توفيق علاوي